مساء الخير عليكم حبيبي عملين ايه؟ عنده Wheel of Fortune عملت الحظ بمعنى في تانيير بيحسر عند العصاب لكن بدون تدخل منه في حاجة لا ارادية حاجة قدرية بعدها بتغير الظروف عنده بتغير مجرى الامور عنده من الاحسن ان شاء الله بدون بدون تدخل منه كارت ده كمان بيوحي بحاجات كانت وقفة متعطلة ستبطلين تتحرم ستبطلين تمشي في تيسير ان شاء الله في الامور كويس؟ طيب الحمد لله بداية كويسة جدا بالشهر ان شاء الله شهر سيكون موفق وحلوة جدا بالشهر ان شاء الله منتاز لكن ده مش معناه ان نعود وريح يعني لو ربنا الحمد لله سهلنا في حاجة والامور مشيت في حاجة معينة كانت وقفة متعطلة خلاص فانا قبريت يريح لا عندك لا انت محتاج تعزز التغيير محتاج انك انت تبتدي تحط ايجك وتقويه وتشتغل عليه اكتر واكتر تمام؟ في تغيير هيصل عند جرج العزراء مهم جدا لصالحه ان شاء الله مية في مية لكن هواقجع لك كده فجأة وبدون انت تبزل مكبود بس مش هتكمل كده لازم تكتاهد جدا عشان تحافظ على التغيير والتيسير اللي حصل عندك تكتاهد جدا لو ده في مجال شغل لو ده في حياتك العائلية في حياتك العاطفية بقية كان هوا ايه؟ نحتاج اكتاهد ان احنا نحافظ على التغيير الحلو ونقذل مجهود في مجهود وانت بصراحة من الناس اللشيطة يعني ما عندكش حدث ان انت هكاسلان دي لا بتحب تعمل حاجات وتخلص الأمور دورا وتزبط حياتك وترتبها انت منظم جدا مرتب جدا جدا حلو جدا شايفة عند الواحدة كده المونز هنا بتوحيلي به الأفكار والإبداعات وال يعني حلول الدنيا اكتمية النور اللي عندك بص شايفة ثلاث كؤوت مونز ثلاثة شايفين القنارة القنارة في حاجات عندك مدار منتفتح أفكار حلول انت يعني ما شاء الله كمية الداع عندك مش طبعية مش طبعية ما شاء الله وانتو زي ما تقولوا عاديين الحاجة كانت مزدودة وانطلقت تبصوا مش طبعين التر وانطلقت 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 يعني يعني كمية أفكار وإبداعات غير طبعية الناس اللي بأي مكان ما شاء الله حتى في السيدس أفكار حلول طاقة ما شاء الله حلوة جدا وانطلقت تفكير يعني تفكيرك صافي نقل المجال مفتوح مفتوح أفكار عمالة سيل من الأفكار تمام أفكار لا تنتهي اكتبوا مع الأفكار دي انا محب كده لما لما اتنوق عندي بحب أكتب عشان منساش ان ساعات بعد كده تنسى ممكن ما تبقاش بنفس القدر من الطاقة دي بعدين اكتب الحاجات الأفكار الخلوة اللي بيجينا بالشاهدة نايت أفكار الناس اللي في علاقة اللي ممكن يحسن عندهم مرتبات جديدة او حالة حب جديدة الناس المعطبطين ممكن يبتدر حسوا بمشاعر جديدة لشرك هون مشاعر شكلها حلو جدا شكلها كميس جدا فخلينا نقول انه برضو في ارتفاع في منصوب العاطفة والحب عند برد العزراء الشكلة للناس السنائجين ومتكون علاقة جديدة للناس اللي مرتبطين بالفعل ممكن يكون تجديد في العلاقة وشكل حلو جدا طيب على نهاية الشهر انت عندك كرتين من الكروت الأساسية الميجر أركاني الشمس و أمع اللي اتنين تجمعوا مع بعض في حتة واحدة بصوا بصوا يا عزراء اللي انا شايفان انه ممكن بعد فترة نص الشهر اللي انت شغال فيها التربو кажيمộ أفكار أفكار إبداعات 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 حلول حلول وحاجة ليس أضطاقة كبيرة جدا ممكن يحصل أعمالية انزل شوية هذه هي توقت الأمر أحدى شوية هدوب ممكن تكون أفكار جدي كتير ابتدت دوشتك وشتكتك التشتيب ده ليس جيد لأن شايفة فعلا كذا فكرة أمور كتير كتير منها يعني زي ما تقول حينك زغللت زغللت مش عارف تختار إيه أو تعمل إيه أبتدي بيه الأول نهجة شوية نستغل الطاقة اللي حتيجي في آخر الشهر دي تاخدوا الهدوب دي وبتدي تأنا بقى جدا الشمس البداية الجديدة هتبتدي هذه حاجة جديدة خالص أنت ما قدتش لتعملها قبل جدا لو هو في المجال شغلك ممكن يكون أسلوب جديد خالص ممكن يكون شغل جديد خالص ممكن تكون بتتنقل من دبارتمنت لدبارتمنت تانية شايف عندك بداية جديدة جدا لكن كل ده مترتب على إيه؟ على الاجتهاد اللي بتاكد تهدت في قبل الشهر قوي 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 بازلت موجود جدا جدا على الأفكار اللي المنبع الأفكار اللي اللي عمّلت بجيلك دي انت وهمت الناس انت وهمتهم انت الأفكار دي بجيلك مين انت ازاي شايف الحاجات دي؟ الشمس هتيجي مترتبة على الحاجتين دولي بداية جديدة مشرقة جدا جدا فرحة سعادة يعني زي ما يكون أطفال جديدة حاجة لسه موجودة الطفل لسه موجودة يعني كأنك بتبتدي فعلا من الأول دي نومبر بون يوقع قباحة شهر مهم جدا عند العزراء جدا جدا ما شاء الله حلوة قوي تراية فعلا تحفى ما شاء الله ولا كارت سانية ولا كارت بس انت موجودة كتب زي المبهود زي ما قلت لك يا برج العزراء وتحافظ على التاريير اللي جاء لك يعني هلاية من المبهودة دي واحدة كده قمت الحكمة تتصحكم بإيه سوري كروت الملايكة clear your space get rid of clutter clear the energy around you and use french chui دي داتشكل التكنيك لليوغا والتأمل clear your mind أول حاجة clear your space انا دايما باخد المعنى الحارف لي اللي اخترت والمعنى الرمز بتاعه او المعنى الخافي بتاعه clear your space فاضي الحاجات اللي حواليك الكراكيب ترميها الحاجات اللي عندلك زحمة ودوشة قدامك لان فعلا انت داخل في مرحلة فيها الانهارة عالية جدا لازم فعلا الدنيا حواليك تكون مترتبة ومتنظمة وحد يعني تمام وبالمعنى الروحاني انك فعلا تنظف تبتدي تكلير نظف ايه نظف نظف ايه حاجة ملعنى خلاص ارمي وده انت مش محتاجه ان شاء الله حاجة جديدة جدا 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 قريب قوي فانت محتاج انك انت تفسح ترسح المجال نظف 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 القراءة العطفية في الجورب العزراء ونظف ايه حاجة القراءة لنا نهاردة نظف 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 الهزراء انه لا يوجد مقصود او يقع فيه انه ممكن يكون عنده ندى ندمين اذا كان يعني انه تعمل في هذا ياريتني مما كنت حبيت قوي كده ياريتني مضيعتها مثلا في كل الوقت ده ده حالة، ده مش معنى كده ان هو ده الصح ده اللي مفيد عمد بس انا شايفة ان دي حالتك يا بوب العزراء ياريتني مضيعتها بعد ده ياريتني مستقبل استطلقت دي كلها حدث بالشكل الاب طيب نفسك يا بوب العزراء انا شايفة ان انت محتاج بعيس او معاصر اصفد الصحراء عايزت تعمل كسام اللبش كما تقول واللي شايفة اكتر تفريغ طاقة عايزت تطلع على بوبك انا مش ضد ده خالص بل باعكس انا معاه جدا اربوك اعمل كده بكر عزراء لو انت بجواك اي حالة بوكس من اللي انت حاسس هذه الباقس طلع على جواك تكلم اقول خرج الجواك بس تحاول ان انا نخرجه باكتر الطرق الصحية ودبلوماسية لما يبقى عملية التفريغ تبقى تبقى فعلا تفريغ انا بأفطف الحاجة انا عايز اتكلم باكتر نبش باكتر يجب أن تفهم شريكك أنه يجب أن تقوم بالفضل ويجب أن أطرق شيئاً جداً هل ترى شريكك كماذا؟ يعني كأنه عنده شيئاً جداً وأنت عندك شيئاً جداً يجب أن تقدمه وهو ما يبص على ما تقدمه ويجب أن تقوم بالفضل هل تعرفون ما هو؟ يعني أنت جزبت كل هذا تقوم بالفضل يعني أنت بتقدمه شيئاً قوي 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 وهو يبص على شيئاً تلتاً على شيئاً تلتاً بص فوق تماماً إنه الإنسان بطبعه كده يعني دائماً يبقى شايف أنه المحيط تلك هناك أحلى يعني هو دائماً كده بيحس بالموضوع هذا بس الإنسان العائل الحكيم لازم يعرف أنه دي حاجة يعني تركيب النفس البشرية عند البني آدم أكيد الحتة لأنها أحلى أكيد البيت ده أحلى أكيد العربية دي أحلى من المعين فهو دائماً الإنسان في الحالة دي زي ما يقول الإنسان الحكيم لازم يبص على الحاجات اللي عنده قد إيه يا حيبة قد إيه يا نعم كتير جداً من عبدنا وأنا أخدتها حق مكتسب لازم نفبر دائماً مش عارفة شريك العزراء النحية الثانية شايف عنده حالات خصوبة عالية جداً ممكن تكون لو هي ست أمومة حسب أمومة جداً رعاية الأمومة يمكن بيراعي أمه مركز فيه حتة فيها أم عند شريك العزراء مركز مع أمه جداً هي أم نفسها أو لو كان هو أب برضو الأبناء الأولاد عنده شرف جمل جداً بالأولاد وتركيزه راح جداً عند الأولاد أو عند الأولاد نفسك شريك العزراء أنا شايف أنه هو حرب أنه ينسحل قليلاً حرب يبقى مع نفسه قليلاً مش حرب يخوض فيه مجدلات دلوقتي فخليك أرجع في كلامي وقولك يا بورب العزراء لو تقدر تأجل عدد الففاظة دي لوقت تاني يكون حسن لأني شايف الشريك المحلة التانية هو عايز شوية روايقان وهلوق ويبقى شوية عن أي ضغط تمام؟ طيب شريكك شايفك ازاي بورب العزراء ده 7 of ones شخص زاجي جداً جداً مفيش حاجة عندك بلاش حال قيادة طبعاً جداً حماسك عايي جداً جداً شخص يعتمد عليه فعلاً مسكول جداً جداً يعني ممكن تقوم بالدنيا كلها الوحدة يعني اياً كان الحاجة في حياتك أنا أجد تجادير اللي كنت أجدرها كلها الوحدة تحالي كويسة لكن بحكم تجربتي للأسف بتخلي الشريك مش انبوت ما بيبقاش ما بيبقاش لي ايد او تعامل في العلاقة خلاص مثلاً العزراء هو ايم كل حاجة ايم كل ادوار مش محتاجة مساعدة مثلاً فبالتالي الشريك بيبقى خرق خلاص يوم الشريك فببقاش لي مشاركة كمان فحتى لو انت يا مرجل العزراء بتقدر تدير كل حاجة الوحدة بالقوة دي وبالسيطرة ما شاء الله دي برضو حاول تدخل شريكة تدخلوا في الموضوع الشريك ومعاك تعالي لعملها بعض انا مش عارف اعمل دي حتى الوقتها بتعمل ممكن تعمل هي فتبتدي يحصل فيه مشاركة ويحصل فيه حاجات جويسة قوي قوي الطقمة ما بين العزراء مشهيكو king of coins انا شاهد ان هي حالة مستقرة يعني الوضع مستقر العلاقة يعني اساسها قوي 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 يعني ماش اخضاء مش حاجة صعبة قوي انها تتهز فيها values كتير قوي فيها حالات كتير قوي ومزايا كتير جدا جدا وانتو حسنها فعلاً فترة دي يمكن زي ما اقولنا ممكن يكون فيه شوية افكار رايحة جاية من عندكم انتو الاثنين لكن انا مش ريف ان فيه مواجهة حقيقية بتحصل يعني كل دي مجرد افكار جوه العزراء مشهيكو ايه اللي بيحصل الشهر ده انا شايفة دنيا نشفة قوي شوية يعني مش شايفة بيها كبات قوي على قد منا شايفة قوة يعني قوة على قطوية وفيها زي ما تقولوا احنا علاقاتنا فعلاً قوية ونقدر نتحدى اي حاجة طيب ايه المتوقع يحصل للفترة اللي جاي انا شايفة فيه شوية تأكيس في العلاقة انا بجيدي نركز في العلاقة شوية بجيدي ندرس وضع معين بجي حاجة معينة في العلاقة بجيدي ندرسها هذا زي ما تقولونة تقديبه على مشكلة الماء وتحاول تشوفه اساليم نعليجه ازاي تمام هذا شهر السبع مش يوال يتغليد من شهر ثمانية شايفة انه فيه نقعة حتة فيها اختيار نحن ناخد اختيار معين وفيه احتمالات انه فيه توابع للاختيار ده قوية حبتين ده في شهر الثمانية لما نجيبه ان شاء الله هنشوفه القرية شايفة كويسة جدا لبورج العزراء مش شويش خالص عاطفين بس زي ما قلت لو انت جواك حاجة كبير عزراء حالة انت تتضعنا وتتكلم مع شريكة كانون انواعك بطفادة هل تأجيلها شوية لان زي ما قلت لك مش شايفة شريك مستعد او ان هو يسمع طيب دعا نشوف كونة المرايكي هتقول لكم ايه اقنا نهيكej تكون في youth فارغة جيدكم م aparاءة كاي بسبب Voice Up ليس عاجلا هذا نباتة لك نطف شكراتك يا جرج الجوزاء لا اعت facile من يكون هيا ساعدك يفعل النور اللي هو وي���ف generated and it's your help هذا هو الذي تمثب شكراتك افزح المجال افتح كل حاجات اللي لديك انسدادات دي افتح اطلق العناني افتح الشقرات بتاعتك ووسع على رجعك كل شيء بسط تمام قراءة حاية هل تجربة للعزراء اللي عمد ما شاء الله تنعم وفرط